فإذن يدعى اسمه عجيباً والكلمة الثانية مشيراً نعم اتفضل مشيرة يعني إن كنا بنشوف زي ما قلنا في مقدمة الحلقة في عجيباً مولده وفي مشيراً موته فالحقيقة إنه كان في معضلة مش من ثنع البشر هي معضلة حقيقية الله كلي العدل الله كلي القداثة الله لا يرتضي أبداً بأنه يكون الحكم على الخطيئة أقل من الموت يقول لنا الكتاب لأن أجرة الخطيئة موت وقال آدم يوم تأكل منها عن الشجرة موتاً تموت فالله العادل لابد أن يتخذ العدل مجره ولابد أن يكون هناك قصاث ودينونة على هذه الخطيئة ما نقراش أبداً أن أجرة الخطيئة أعمال حثنة يعني أنا أعمل الخطيئة وأعمل عمل حثن ودي تشيل دي ده مش في مفهوم الله ولا حتى في مفهوم البشر يعني لو أنا ارتكبت جناية أروح أقول للقاضي طيب أدي تبرع للدولة ودي تشيل دي أعتقد ده غير مقبول لا إلهياً ولا بشرياً فالله عادي طيب لكن الله رحيم الله محب الله غفور الله بيحب الإنسان هو خلقه علشان بعدله يحكم عليه أنه يموت وهنا عاوذين ثفات الله الكاملة لأن البعض مثلاً يتخيل أنه رحمة ربنا فائت عدله يعني هي رحمة ربنا فائت عدله يعني لو رحمته فائت عدله ورحمته 100% يبقى عدله كم في المية؟ 99%؟ يعني ظالم بنسبة 100%؟ حش ثفات الله كلها مطلقة هو رحيم في المطلق وعادل أيضاً في المطلق طيب كيف يتعامل الله؟ العادل من ناحية والرحيم من ناحية مع هذا الإنسان اللي أخطأ هنا يأتي دور الرب باعتباره مشيراً هو اللي كان عنده حل هذه المعدلة وبقى فيه الثليب المثيح الله عادل تماماً ورحيم تماماً وعلشان كده يضع إثمه عجيباً مشيراً ويعني أنت بتتكلم بنفس فرشعياء مع أنه بيكلم الملك أحاز ملك شرير ولكن رفض مشورة الرب نعم ونشوفها في شعية 7-14 السيد نفسه يعطيكم آيها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عم نويل الله معنا نعم بعدين منشوف أنه كأنه بيرفض هذه المشورة فبيتكلم عن الشخص اللي هي فيه روح الحكمة روح المشورة بيكمل في إشعياء في إصحاح 11 مكتوب عن يعني واحدة من أسماء المسيح يحل عليه وحرب اللي هي الغصن ويخرج قضيب من جدع يسة ويثبت غصن من أصوله ويحل عليه روح الرب نعم روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح المعرفة ومخافة الرب فإذا منشوف أنه المشورة مثل ما ذكرت حضرتك أنه هو هو الحل لأكبر معضلة لأكبر مشكلة نعم اللي هي الحل لمشكلة الخطيئة في التناغم والانسجام بين عدالة الله وبين رحمة الله فقط في يسوع المسيح ما كانش ممكن تكون في أي شخص آخر الشاهد اللي حضرتك أشرت إليه في أشعية 11 يحل عليه روح الحكمة والفهم روح المشورة والحقيقة من حكيم مثله كانوا معلمين اليهود مثلا بيحيروا كتير من أتباعهم فأي وصية هي العظمى لكن واحد من الناموثيين لما لقى الرب بيجيب عن كل الأثقلة بحكمة رح توجه بهذا الثؤال للرب المشير قال له أية وصية هي الأعظم قال له تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل نفسك من كل قدرتك والثانية مثلها شوف الحكمة ما بيقولش والثانية بعدها والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك فكان الرب الحكيم المشير اللي كانت أقواله هي علاج لكل مشاكل الإنسان عبر الزمان أنا بتخيل لو الناس النهاردة اتخذت قرار طبعا ده تخيل يعني مش هيتم في هذه الأيام احنا فيه زمان رفض المثيح لكن تخيل معي لو كل البشر في كل العالم اتخذوا قرار باتباع نصائح ووصايا هذا المشير الحكيم يبقى شكل العالم شكله إيه؟ فالحقيقة هو المشير إنه كانش كل العالم حيتخذ من المثيح مشير أنا أقدر بشكل فردي ومشاهدي الكريم يقدر بشكل فردي يتخذ من المثيح المشير ويتقي الحكمة من نبع الحكمة لأنه قال عن نفسه في ثفر الأمثال أنا الحكمة أثكن الذكاء إن كان حد تعوذه حكمة يطلب من الله وأعتقد ما فيه حكمة لإنسان إلا أنه يتبع خطوات المثيح المكتوب عنه المذخر فيه جميع كنوذ الحكمة والعلم مجدنا للرب